أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف يعد نموذجا مميزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأوضح مدبولي خلال ترأس اجتماعه الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المشروع يخدم هدف ربط منطق الإنتاج الصناعي والزرعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية وذلك عبر وسائل النقل النظيفة وسريعة وآمنة وحول انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية أكد رئيس الوزراء أهمية استضافة مصر لهذا الحدث بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية وعلى صعيد نشاط الحكومة قال مدبولي أن زيارته لقرية الودي التابعة لمركز الصف بالجيزة شملت تفقد العديد من المشروعات الجارية تحت مضلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف الوقوف على سير العمل وسرعة تشغيلها لتسهم في النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي مشيرا إلى ما لمسهم من تقدير المواطنين بالقرية وسعادتهم بحجم الأعمال التي تتم خاصة ضمن مبادرة حياة كريمة